اشتركوا في القناة اخي عدنا قطة الصفار ان شاء الله معاك سعود ومصر الصباح في محطة ديال طيرراسة السلام عليكم مصطفى العليطي موقيم في مدينة طيرراسة جياس بارسلونا منذ 17 سنة هنا في مدينة طيرراسة الان اعمل بوكالة الصفار اللي هي كنشرف عليها انا بسافتي الفكرة هي فكرة اللي انشأنا الوكالة كانت عبارة عن فكرة والحمد لله انها تحقت حاليا هذه مدة خمس سنين كانت يلا فكرة والحمد لله دبا انها وكالة اللي كتوفر الخادمات الجميع المغاربة اللي كتسكن هنا بجهة بارسلونا حاليا نكسبنا التقيقة ديال بزاف ديال الناس اللي المسافرين اللي كيسافروا معنا عبر الحافلة او عبر الطائرة او عبر الباقرة من بارسلونا طانجة ولا بارسلونا الناظر الحمد لله اننا توفقنا اننا نكسبو بزاف ديال الناس اللي كيعرفونا على الصعيد صعيد كتالونيا اللي مثلا في مطارو بارسلونا احنا كانت فكرة لاننا باش نسهلوا الصفار على حسب المغاربة المهاجدة اللي كيسافروا طول السنة ولكن في الصيف كتكن 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 كتر وكنحاولوا ما امكن اننا نوفروا لهم جميع الخادمات اللي عبر الباخرة او عبر الحافلة او عبر الطائرة او عبر الباخرة من بارسلونا الطانجة او بارسلونا الناظر هاد الخطوط اللي عندنا حاليا والسلع ديالهم اللي عبر مناطق المغرب كامل لاننا هنا كنت هناك سلع ديال المغرب اللي من عبر الحافلة او عبر الباخرة اللي كان بعتوه من المغرب كان نحاولوا ما امكن اننا نكونوا عند حسن ضن المسافر المغربي بصفة خاصة و جميع المسافرين بصفة عامة وكنشكرو هيبا بريس على هاد التغطية وكنشكرو السيعمد الحي اللي شرفنا هنا في طراسة بارسلونا وشكرا لجميع قبل ما تترجم لا تنسوا ان تابنوا في الشيئ يوتيوب وتتشاركوا الفيديو ومتحبكم ووضع التواصل الشيماعي لا تنسوا ان تضغطوا الجرس لكي وصلكم جديدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر